السلام عليكم ويعطيكم العافية بهذا الفيديو رح نمشي على السلايدز لموضوع second week of development أو الأسبوع الثاني من التطور هلأ يعني فعلياً هذا الأسبوع ركز أكثر على الرسم اللي رسمناه عشان تقدر تفهم هذا الكلام وكل إشي يكون إلو معنى وإن شاء الله إنه بسيط وحكينا دائماً بنوصفه إنه هو the week of twos الأسبوع تبع الاثنينات إنه في كثير أشياء بتصير اثنينات حكينا عنهم الآن تعالوا نقرأ شوية أشياء مكتوبة هون بس رتب الموضوع زي ما إحنا حكيناه بالفيديو السابق على كل حال نشوف شو فيه أشياء بتصير during the second week of pregnancy بنحكي إنه بنكمل عملية الimplantation ممكن نحفظ هاي الأرقام لأغراض الامتحان إنه شفنا الimplantation بلش متى بالضبط في الأسبوع الأول وبيخلص بالأسبوع الثاني يعني في بدايته تقريباً أو في نصه حتى في اليوم ال11 ويوم 12 طيب ماشي هاي أول شغلة اثنين في عنا تغيرات بتصير على مستوى الimbryo blast أو اللي هما الinner cell mass بحيث إنه تحول إلى desk من طبقتين buy يعني اثنين lamina يعني طبقة وdesk يعني شريط فبيصير الجنين عبارة عن شريط من طبقتين الطبقة العليا وهي الأهم هاي اللي راح تعطي الجنين اسمها l-epi blast شو كاتب هون إنه هي adjacent to the trophoblast وموجودة بالفلور تبع الامنيوتك كافيتي مظبوط زي ما حكينا هايها موجودة هي الأقرب للتروفوبلاست أوكي وهي عام للفلور تبع هذا الكافيتي اللي سميناها الامنيوتك كافيتي تمام والطبقة الثانية l-hypop blast موجودة تحت adjacent to the blasto seal اللي كانت blasto seal يعني هون هاي كانت blasto seal فالطبقة الأقرب إلها اسمها l-hypop blast لكن بعدين حيصير عندنا هون يولكساك طيب تقريبا بيكون هيك شكله بيضوي يعني هيك in general شكل الدسك من فوق طيب في عنا تغيرات بتصير على مستوى l-etrophoblast بدنا نعرف إنه l-etrophoblast هون بيكون فيها rapid rate of development بتكون بسرعة قاعدة بتكبر وبتتطور أسرع من تطور ال-embryo نفسه أوكي ليش؟ لأنه هي أساس تطور الجنين هي رايحة تجيب له الغذاء والأكسجين والدم وإلى آخره فعشان هيك هي بتكون سريعة كثير عشان توفر للجنين احتياجاته أوكي المهم إنه النمو تبعها أسرع من النمو تبعت البايلامينار ديسك اللي هما يعني راح يعملوا الجنين طيب هاي اللي trophoblast بتنقسم لطبقتين outer syncytio trophoblast و inner cytotrophoblast cytو بتكون كل سايت أو كل يعني خلية بتكون لحالها أوكي إنه cells maintain their cell walls خلص كل خلية بتكون يعني منفصلة عن اللي حواليها أبسر نحكي كلمة cell wall ممكن نحكي membrane أوكي بغض النظر بينما syncytio trophoblast syncytium يعني وحدة واحدة يعني تعاون يعني تآذر إنه الفكرة بيجوا الخلايا بدون cell boundaries بدون حدود بينهم بيتحدوا بصير عنا multi nucleated zone يعني زون فيها عدة أنوية طيب وشوي شوي بيصير في عنا spaces وين في السنcytio trophoblast هون زي ما حكينا بصير في عنا spaces أوكي المهم بيصير في عنا small spaces بعدين بيلتحموا شوي شوي بيضلوا يعني يعملوا التروفوبلاستيك لكوني أوكي دير بالك هون ممكن تخربت هلا إحنا مش كثير ركزنا على البلاسنتا واللي بيصير فيها بس يعني لما حكينا هاي البلاسنتا بتظلها تمشي 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 بتصير تعمل حفر هاي الحفر اسمها لكوني أوكي لكوني يعني تجويف هاي اللي هي مرات بنسميها جزر فيها دم هي لما راح فات على دم الأم عمل زي جزر بنسميها متروفوبلاستيك لكوني أوكي لما نحكي عن البلاسنتا في إلها مراحل للتطور أول مرحلة بنسميها بري لكونر قبل ما يصير فيها لكوني المرحلة اللي بعدها اسمها لكونر ستيج لما يصير فيها لكوني أوكي وإلى آخره اللي بعدها بنسميها الفيلس ستيج لأنه بصير فيها فيلاي هلأ هاي الأشياء رح نفهمها بعدين أكيد المفروض يكون عندنا محاضرة عن البلاسنتا إحنا للآن مش المفروض إنه نركز على هاي الأشياء طيب هدول السنسيشوتروفوبلاست فتحوا الساينوسويدز يستبعون الأم اللي هما يعني البلاد فيسلز أو البلاد كابيلاريز ودخلوا الدم تبعهم جوا اللاكني عشان يصير فيه عندنا يوتيرو بلاسنتا سيركوليشن يصيروا ياخدوا أو يتبادلوا المواد بين دم الأم ودم الجنين بنحكي عن هاي الأشياء برضو لبعدين المهم هلأ في نهاية السكندويك البلاسنتا ببلش يظهر فيها أصابع هاي الأصابع بنحكي عنها لبعدين فيه إشي اسمه برايمري سكندري وتيرتشري مو مطلوب منك هلأ تكون فاهم هذا الموضوع برضو خليه لبعدين طيب ككافيتيز صار عنا تو كافيتيز عنا الأمنيوتيك كافيتي اللي هي سبيس جاية بين الإيبي بلاست والسايتوتروفو بلاست اللي فوقه وبتبطنها خلايا ممكن نسميهم الأمنيو بلاست اللي هما هاي الخلايا ممكن نسميهم الأمنيو بلاست أو بنسمي هذا الأمنيون والسائل اللي فيهم الأمنيوتيك فلويد والكافيتي أمنيوتيك كافيتي يعني كله المهم حط لي كلمة أمنيو أوكي طيب عاملين لهدول الأمنيو بلاست عاملين الروف بينما الإيبي بلاست عاملين للفلور صح ولا لا الأرضية جاية من الإيبي بلاست وهاي الخلايا عاملين للسقف طيب وعندنا اليولكساك اليولكساك يقسم إلى عدة مراحل مرات نحكي بريماتيف وديفنتيف الهايبوبلاست سيل فورمز a layer of flat cells to form a membrane which line the blastocele بنسميه هذا الإكزوسيلوميك ممبرين أو الهيوزر ممبرين اللي هو هاي الخلايا اللي باللون الأصفر اللي عامل اليولكساك أوكي هي بنسميها الإكزوسيلوميك ممبرين أو بنسميها الهيوزر ممبرين الكافيتي بنسميها الإكزوسيلوميك كافيتي يعني أو بنسميها اليولكساك يعني شايف دايما إنه ميز بنحكي عن الممبرين ولا على اللي جوه لكن تقريبا بنفس الاسم احفظ هاي الأشياء إنه إكزوسيلوميك ممبرين هيوزر ممبرين يعني بدك تحترم المسميات زي ما حكينا لأنه بالأخير بتيجي بالامتحان زي ما هي طيب the space بين الهايبوبلاست هاي والخلايا اللي هون هو اليولكساك أوكي which replaces the blastocele يعني بيكون في عنا إشي اسمه blastocele بيروح وبيجي محله هذا اليولكساك اللي هو لونه أصفر طيب the hypoplast produced additional cells حكينا بيكون عنا هجرتين أول شي بيكون عنا primitive بعدين definitive يولكساك ما بنركز عليها كثير المهم إنه كان عنا primitive صار definitive مرات بنحكي primary secondary لكن كلمة primitive و definitive أكثر تستخدم هاي اللي أنا حكيتها بس مش مشكلة أنت انتبه هون أنه بعدين بيحكي لنا على extra embryonic mesoderm اللي هو هذا اللي باللون الأحمر وبره الامبريو هذا سمينا extra embryonic mesoderm اللي هو مين أنتجوا أنتجوا هاي الخلايا تبعت الhuser membrane نفسهم هو بالأخير derived من الخلايا تبعون اليولكساك اللي هما exosylomic membrane أو huser membrane هاي الخلايا بتصير تفرز يعني الhuser membrane بعدين بيصير فيه cavities صغار بعدين بيلتحموا هاي الكافيتز وبيصير عنا هذا الspace اللي بنسميه extra embryonic selum أو extra embryonic selomic cavity أو بنسميه corionic cavity أوكي سهون مكتوب هاي عنا extra embryonic selomic cavity أو corionic cavity طيب وهذا الميزوديرم بيصير طبقتين عنا somatic الطبقة الجدارية و splanck الطبقة الحشوية وبينهم عنا connecting stock سهون بيحكي لك connecting stock هذا اللي بالمستقبل راح يصير هو بيشبك الطبقتين مع بعض أوكي extra embryonic mesoderm صار طبقتين عنا somatic أو somatopluric بس دايما انت لا تصعب على حالك سهل على حالك كلمة somatic أوكي وكلمة splancknic أو somatopluric يعني الجدار يعني pluric بتيجي زي غلاف انه الغلاف الجداري والغلاف الحشوي خلص أهم شي يركز على كلمة somatic و splancknic somatic هو الأبعد اللي تحت cytotrophoblast بينما splancknic هو اللي موجود عند الخلايا تبعات amniotic cavity واللي هو الكساك طيب الconnecting stock هو يعني الخيط اللي بيجمعهم مع بعض في عنا مسمى الكوريون لما نحكي كلمة الكوريون هي cytotrophoblast وال syncytiotrophoblast وال extra embryonic somatic mesoderm هاي الثلاث طبقات اللي فوق اللي هما يعني هذا اللي باللون الأخضر اللي هو بيشمل السايتو والsensysiotrophoblast واللي تحتهم اللي هي somatic extra embryonic mesoderm بنسميهم الكوريون هما اللي بيعملوا المشيمة طيب بعدين بيصير عندنا يعني البلاستوسيست ككل بنسميها كوريونيك فيسيكل برضو انتبه لهاي المسميات لأنه بيجع عليها يعني أسئلة بالامتحان الكوريونيك فيسيكل هي اللي كانت بلاستوسيست اللي هي هلأ فيها الأمنيوتك كافيتي الإبيبلاست الهايبوبلاست والليولكساك بيصير مع بعض اسمهم الكوريونيك فيسيكل اللي هو يعني الكيس اللي جوه الكوريون أو جوه المشيمة طيب ما في داعي تشوف هاي الرسمات لأنه احنا يعني رسمناها بطريقة أوضح لكن كله نفس الاشي هون عنا هي الإبيبلاست هاي الهايبوبلاست هاي اليولكساك هاي الامنيوتك كافيتي هذول هما التروفوبلاست أغلب المصادر بتعتمد نفس الألوان اللي أنا اعتمدها الأخضر والأزرق والأصفر لكن مرات المصادر بتلاقي ألوان مختلفة فانتبه يعني بس هذا هو يعني هذا جاي من أحسن كتاب للإمبريولوجي هو اللي بيعتمد هاي الألوان فاللي إحنا دائما بنعتمدها نفسه أوكي طيب هون هاي بورجيك للسبيس بس أنا شرحت لكيها بالرسم هون كيف صار يفتحها لدم الأم وإلى آخره طيب أوكي هاي البلاستوسيست اللي كانت في الأسبوع الأول اسمها بلاستوسيست الآن تحولت لأشياء عديدة عنا الإنرسلماس الإمبريو بلاست صارت إبيبلاست وهايبوبلاست أوكي هاي الهايبوبلاست هي اللي عملت اليولكساك وهي اللي عملت الإكسترا إمبريونيك ميزو دير هذا الإكسترا إمبريونيك ميزو دير من قسم إلى سبلان كنيك و سوماتيك وبينهم في عنا كونيكتينج ستوك والأوتر سيل اللي هي التروفو بلاست صارت سنسيشيو و سايتو تروفو بلاست مهمين عشان يعملوا السيركوليشن بصير فيهون بلد فيسلز عشان تبادل المواد هاي هي يعني محاضرة الأسبوع الثاني موضوع سهل كثير لكن إذا أنت ما بترتبه رح يكون الموضوع صعب يعني إذا ما بتيجيك بترتب وبتفهمها للأشياء الإمبريولوجي بتصير صعبة أنه بس أنت عبت تحفظ كلمات مش فاهم شو هي لكن إن شاء الله هيك رسمنا كل إشي و وضحنا كل إشي يعطيكم العافية وبالتوفيق